مرحبا بحركة مرة تانية في الحياة فيه اهتمام كبير جدا بمنظومة التحول الرقمي مش بس في مصر في العالم العربي كله ويمكن في العالم كله الهدف هو الوصول لمجتمع يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة ده نعمله ازاي؟ نعمله من خلال شمول مالي نعمله من خلال توحيد أرقام معينة لجهات معينة نعمله من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نعمله من خلال تحسين الخدمات الرقمية في كل الجهات الحكومية فيه اكتر من وسيلة وفيه اكتر من شكل نحن نخدم ده ونعمل ده خلينا نتكلم عن التحول الرقمي وتعميم الكارت الموحد في كل المحافظات او الرقم القومي الموحد للعقارات معنا الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ونورنا الدكتور أهلا بك دكتور وفي البداية يعني التحول الرقمي وحضرتك بتشغل ربما او زي ما احنا شايفين منصب عربي الاتحاد العربي للتحول الرقمي والتحاد تابع لجمع الدول العربية احنا مكاننا فين ما بين الدول العربية فيما تعلق بالتحول الرقمي اولا مصر طول عمرها رائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات واحنا من اوائل الدول في المنطقة والشرق الاوسط اللي ادخلت تكنولوجيا المعلومات بشكل عام لكن عموما إحنا في الفترة حوالي خمس سنين منذ أن أطلق في خمسة رئيس الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية الحكومة المصرية قطعت شوط كبير قوي يعني إحنا حاليا النهاردة بقينا الدولة الرقمية الأولى على مستوى أفريقيا دي بشهادة المنظمات الدولية ونحتل كمان الدولة الأولى في سرعة الإنترنت السابت على مستوى أفريقيا لأن مصر طورت البنية التحتية الرقمية بشكل عام في مصر طورت منظومة الخدمات الرقمية بقى عندنا أكتر من 155 خدمة رقمية المواطن يقدر يحصل عليها من خلال منصة مصر الرقمية وطبعا هذا الكلام لن يتأتى إلا إذا كنا أنشأنا أكبر مركز معلومات حكومي في مصر وفي أفريقيا اللي هو فيه قعدة البيانات الموحدة لكل الخدمات اللي بتقدمها الحكومة المصرية طيب لما نجي نقول تأثير بقى التحول الرقمي اللي حصل ده علينا وعلى المجتمعي أولا إحنا الحكومة بتمشي بشكل متوازي يعني إحنا عملنا إعادة هندسة لخدمات كتير حكومية المواطن بيتلقاها سواء من خلال منظومة السجل المدني أو الترقيس المختلفة أو الشهر العقاري أو التوثيق والخدمات دي كلها لكن بدأنا دلوقتي نتجه لموضوع مهم جدا وهو الثروة العقارية الثروة العقارية في مصر دي ثروة قومية تشكل حوالي ما يقرب من 20 مليون عقار ما بين سكني وإداري وتجاري وصناعي وزراعي وديني وحكومي تقدر قيمتها السوقية بمئات التريليونات من الجنيهات يملكها من الأفراد حوالي 85% من الأفراد و15% من هذه الثروة تملكها الحكومة إذن الحكومة فكرت النهاردة تعمل رقم قومي موحد للعقارات طيب الرقم القومي الموحد للعقارات ده لما نيجي زي ما قلت حالك بتقول مثلا الرقم القومي للمواطن هو رقم قومي تعريفي للمواطن موحد بتكون من 14 رقم طيب الرقم القومي للعقار أي أن كان نوعه هو رقم قومي مكون من 15 رقم مرتبط بقواعد البيانات المكانية يعني إحداثيات اللي جاية من الأكمار الصناعية بتحدد هذا العقار إحداثياته فيه طيب الحكومة هتنشئ قاعدة البيانات هتحصر جميع المباني في مصر وكل مبنى حيبقى ليه رقم موحد لا يتقرر حيتعمله لوحة معدنية حيتم وضعها على هذا المبنى وأي خدمات بقى لهذا المبنى من مرافق مياه قهرباء غاز الموظف الحكومي لما ييجي على هذا المبنى معه قارئ إلكتروني يقدر يقرأ الكيو أركود بتاع المبنى من اللوحة إلكترونية يقدر يعرف أن هذا المبنى هو المقصود جيدة خلوه مرافق ولا لا هذا المبنى عليه مخالفات أو معلوش مخالفات مسجل أو غير مسجل تصميماته عملة إزاي؟ حد ربطها بعد كده بالشهر العقاري اللي عنده برود بالضرائب العقارية وغيرها طيب أحيانا إحنا بنشوف في مصر طبعا نتيجة تعدي بعض الأفراد على أراضي أفراد أخرى أو على مباني أخرى ممكن واحد يجي يشيل اللوحة يحطها على مبنى آخر لو جي موظف حكومة يقرأ بالكيو أركود حيعرف أن اللوحة دي مش بتاعة المبنى ده لأنه مرتبطة بالأقمار الصناعية بتديك إحداثيات الأرض اللي مبنى عليها المبنى إذن أنت بتحافظ على الثروة العقارية بتاعتك بتحافظ على الثروة العقارية لكل مواطن بتحفظ لحقوقه وفي نفس الوقت بتزيد دخل الحكومة بالتالي حيزيد الناتج المحل الإجمالي لمصر ناس كتير ممكن تسألك يعني أنت بعد كده عنوانك حيبقى رقم؟ طبعا طبعا يعني أنا أكتب العنوان أرقم 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 زي ما أنا ما زي رقم القومي أنت أو مجرد ما تقول رقم القومي بتاعك أنا عرفت حرك مين وعرفت كله هي تعتبر إيه؟ كأنه شهادة ميلاد لهذا المبنى ومش بس كده شهادة ميلاد مستمر يعني نفترض أن احنا أنشأنا هذا الكلام النهاردة مبنى كان موجود قديم ثلاث طوابق طب بعد عشرين تلاتين سنة وقع هذا المبنى أو اتهد وأنشأت مكانه عمارة عشر طوابق حيبقى الهيستوري والتاريخ موجود أن هذا المبنى أنشأ في الأرض دي كان فيه مبنى ثلاث طوابق وكان مكون من ست مثلا وحدات وكان يسكن فيها فلان وفلان وفلان اتهد سنة كذا أنشأ مكانه رقم كذا بترخيص كذا عدد وحداته كذا يملكوها فلان وفلان وفلان ده متسجل في الشارع العقاري ده مش متسجل وهكذا فيه مخالفات أو مفيش مخالفات أنت هنا بتعمل تاريخ جديد للمباني في مصر كلها لأن دي ثروة زي ما بنقول تقدر بمئات التريليونات من الجنيهات إذن دي ثروة قومية وده دخل فيه الأثار يعني الهرم حيبقى لي رقم طبعا طبعا أنا قلت الحدداتك بما فيها المباني التراثية والتاريخية والدينية كمان أنا عندي بنية تحتية تستوعب هذا الكم من المعلومات طبعا أولا إحنا لما أنشأنا أكبر مركز معلومات حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة فخامة الرئيس أطلق عليه إيه؟ عقل مصر هذا المركز يعني تكلف حوالي 16 مليار جنيه مبنى ضخم جدا تحت الأرض فيه قواعد بيانات حكومية كتيرة جدا لأن إحنا كان قبل إنشاء مركز المعلومات دوت كان عندنا في الوزارات أكتر من مئة قاعدة بيانات متناثرة وزارة القهربة فيها والتعليم والصحة والمرور والدخلية وهكذا طب تم توحيد جميع هذه البيانات في قاعدة بيانات واحدة إذن المواطن النهاردة من خلال الرقم القومي تقدر تعرف جميع بياناته الشخصية الحكومية السيارات اللي يملكها المباني اللي يملكها عليه أضايا ولا لأ كل حاجة عنه الخريطة الشخصية للإنسان بقت وضحة للحكومة ما تقدرش تتهرب من أي حاجة حتى ملفه الصحي وعملنا يمكن ربما والصحي طبعا والتعليم في صباح بخير يا مصرح علاقات كاملة عن قصة ملفه الصحي طب إنت النهاردة بقى لما تربط المواطن بجميع بياناته دي بالشك العقاري وده مهم جدا لأن كل مواطن في النهاية هو ساكن في حتة ما يملك وحدات بشكل ما إذن لما تربط قاعدة بيانات الرقم القومي للمواطن بقاعدة بيانات الموحدة للعقارات بقى هنا فيه عند قاعدتين بيانات مهمين جدا وهم دول اللي بيحددوا يعني الهيكل الاقتصادي العقارات دي عبارة عن إيه؟ الغالبية العزمة منها سواء سكني وفيه تجاري وفيه صناعي وفيه أنشطة زراعية وفيه أنشطة خدمية مختلفة إذن أنت هو ده الاقتصاد بتاعك تب حد يقول لك أنا استفدت إيه؟ ده دي فلوس وحا ندفعها وأنا عايزة أنا استفدت إيه كمواطن كلام حضرتك سليم أولا المواطن نفسه المواطن حيستفيد إن حفزت على حقوق المواطن أنت حرك النهاردة لما تيجي تشوف واحد عنده أرض فضية مصورها وكاتب هذه الأرض ملك فلاني فلاني وليس لها توكيلات للبيع طب أنت النهاردة لما تكون الدولة عملت لك رقم قومي موحد وقالت لك هذه الأرض ملك فلاني فلاني إذن أنت مش محتاج بقى مش خايف عليها خلاص حتى لو مسافر أو صيبها أو فيها ورصة مش خايف عليها لأن الحكومة عارفة أن دي بتاعت فلان إذن لا يمكن التعدي عليها عليها دي أول حاجة إذن ضمنت حقوقك يعفلنا بقى ملف وضع اليد لا خلاص طبعا مش بس كده حتقلل الإجراءات الحكومية تماما في التسجيل النهاردة المواطن لو راح يسجل أرض ممكن تقعد سنة الشهر العقاري النهاردة الحكومة لو عمل لك هذا الرقم معروف أن هي تملكك أنت ملكها مش هتطلب منك بقى ولا خرايط ولا دفاع مدني ولا طيران مدني ولا غيرها ولا هتطلب منك خرايط ما عندها كل حاجة هيبقى الإجراء سهل وسريع وفي نفس الوقت بسيط وربما التكلف يعني ده أرخص ده حيكون أرخص من الإجراءات ده مليون في المية وأسهل ما أحيانا ما يكونش أرخص في الرسوم لكن بدل ما تاخد سنة أو سنتين في التسجيل لما تاخدها مثلا في أيام أنت وفر الوقت هو فلوس في النهاية دي نقطة النقطة التانية قللت مئات وملايين من القضايا اللي كان فيها نزاعات على الأراضي أو المباني أو الاستلاء على أراضي الدولة أو الاستلاء على أراضي الغيش ده كمان نقطة مهمة جدا كمان الحكومة بقى عندها خريطة فين التجمعات السكنية الضخمة العددها كبير وينقصها خدمات سواء خدمات صحية أو تعليمية وانا عندي خريطة بقى دلوقتي وخريطة مكانية مش خريطة سكنية بس وخريطة مكانية أقدر أشوف فين الأماكن المقتصة بالسكان اللي محتاجين خدمات أكتر من الأماكن اللي ما فيها السكان كتير وفيها خدمات تكفي كمان فين الأماكن اللي ممكن أن أنقل منها أنشطة تجارية تهدد حياة السكان أنقلها مثلا خارج الحزام السكاني يعني تحويل الحكومة لحكومة رقمية متربطة رقميا بحيث أن هي تقدر تقدم مزيد من الخدمات للمواطن عن طريق المعلومات اللي هي بقت الكنز بتاع العصر جزيزي أن كل الوزارات بقى هتستفيد من هذه المنظومة الترابط الرحل الكهرباء أو المية أو الغاز لما ترتبط مع المواطن وترتبط مع العقار هتقدر تعرف مثلا لو العقار ده مخالف الحكومة هتبقى عارفة العقار ده مش مسجلة الحكومة هتبقى عارفة العقار ده تمت عليه إجراءات مخالفة وهكذا كمان أنا زي ما بقول تاني إحنا لما بنتكلم على هذه الصروة مئات التريليونات طب الكلام ده الحكومة هتستفيد منه هتستفيد منه كثير وهتستفيد منه دخل يزيد الدخل القومي لكن الدخل ده هيعود على مين هيعود على المواطن في شكل تعليم في شكل خدمات في شكل صحة وهكذا ثم كمان تخلي الحكومة تقدر تخطط للمستقبل النهاردة فيه أماكن الحكومة ما تعرفش عنها حاجة أماكن عشوائية صعب تدخل لها لو حصل فيها حرائق صعب المطافي تدخل أو سيارات الإسعاف تدخل وهكذا يعني أعتقد أن ده كان فيه قريبا ولكن في الفترة الأخيرة احنا شايفين تحويل تماما وشبه تم القضاء على العشوائيات بالشغل الجديد المختلف تماما والمساكن الجديدة والتجمعات سكان الجديدة أصحاب الناس اللي بتعمل العشوائيات ما عندهمش ما بيتوقفوش لكن الحكومة لما يكون عندها فكرة كاملة لو حد بلغ عن حتة إن الأرض دي بتاعتي وعليها نزع قضائي أنا مش هتكل في نزع قضائي فين الحكومة ده الأرض دي مسجلة عندي تبقى للرقم القومي للعقارات بإسمه فلان فلاني انتهت الأضية محتاجة بها إيه أضاية تقعد سنين ثم النقطة التانية الاستلاء على أراضي الدولة ما كان بيحدث كتير جدا خاصة أراضي الأوقاف وأراضي حاجات تانية كتير ثم زيادة الحصيلة الضرائبية من الشهر العقاري ومن الضرائب العقارية كنا بنشوف في وقت من الأوقات إن انت ممكن تدفع فلوس بشكل يعني جوا السفر فيقول لك لازم بقليك رقم واحد للعقار رقمك المواحد العقار عامل إزاي رقمك القومي عامل إزاي طبعا زي ما رقمك القومي ساري أو رقم رخصة عربيتك سارية يبقى رقم عقارك موجود ومسجل هو عادة حيتم ربط الرقم القومي للمواطن بالرقم القومي للعقار اللي هو ساكن فيه اللي هو عنوانك في النهاية زي ما حالك قلت النهاردة لما تيجي تشوف منظومة التحول هو رقمي حتفيد في في شمول المالي ليه الشمول المالي مصر النهاردة وصلت إلى حوالي أكتر من 60% من المواطنين عندهم حسابات بنكية ولما بنتكلم على المواطن مش المية وخمسة مليون مواطن لأ حوالي 70 مليون تقريبا اللي هم أكتر من 16 سنة اللي هم اللي هو الحق يفتح حساب بالزبطة العالم النهاردة باشي تكلم على الشمول المالي ده بقت حاجة قديمة بتكلم على الشمول المالي الرقمي معناها ايه كم مواطن عندك بيتعاملوا مع البنك رقميا مش هروح البنك وقف في طوابير يعني عدينا مرحلة الشمول المالي طب احنا الحمد لله من خلال منظومة التحول الرقمي البنوك المصرية تطورت جدا ومعظمها فتح بنوك رقمية وقق يعني وبقت الناس كلها جميع المتقعات او غيرها كلها اونلاين لكن احنا عايزين نوصل اكتر من كده ده اكيد الشمول المالي يعني هي وواحدة من محطات التحول الرقمي في مصر التحول الرقمي مش بس رقم قومي ومش بس عقار موحد عندنا كمان الداتا بيز او قاعدة البيانات اللي هتتعمل للمواطنين المصريين في صحتهم لدخلها في منظومة التأمين الصحيح دي قريدي موجودة الوقت قاعدة بيانات ستكبر يوم بعد يوم وبتخشه في محافظة بعد محافظة يعني كل حاجة او كل بيان من بيانات المواطن المصري هتكون موجودة ومطبقة الكترونيا تقدر الدولة تعمل من خلالها تحليل البيانات اللي تقدر من خلاله ايضا تستفيد به بوضع خطة التطوير والتنمية بشكل اسرع وبشكل ادق عما كان سابقا بنشكر الدكتور عبدالوهاب غنمن ابرئيس الاتحاد العربي للقصد الرقمي كلمنا بالتحديد عن الكرت الموحد الخاص بالعقارات شكرا جزيلا لك دكتور نورتين شكرا جزيلا لحركة واطمم حضرتك بما اني بشتغل في المجال مصر قطعت شوت كبير جدا في بناء مصر الرقمية واحنا شايفين فخامة الريس بيتابع شبه يومي جميع الانشطة الرقمية في مصر كل شكرا لك شكرا جزيلا